تعليق الدراسة لعشرة أيام تزامنا وفترة الفروض المتعلقة بالفصل الثاني أخلط الحسابات وجعلها مؤجلة إلى إشعار آخر خاصة وأن الوضعي الوابئي حاليا غير مستقر الفروض أكيد ستكون مباشرة بعد دخول التلاميذ هذا في حالة إذا لم يكن تمديد للعطلة الاستثنائية إذا لم يكن فيها تمديد ما مشكلة الإمتحان تكون 27 فبري وقت كافي للإجراء الفروض أصلا تلاميذ يستغلوا هذا العطلة الاستثنائية المراجعة والفروض نرى في حالة استثنائية أكيد ستكون هناك حلول استثنائية الفروض في العام هذا سيكون فرض لكل مادة لا كانت المواد الأساسية فرضين والماد الأخرى فرض في الحالة هذه فرض لكل مادة معنة كل أستاذ حتى ولو قدم درس واحد يقدر يمتحن في الدرس هذا لأننا في حالة استثنائية مع أنتم سنقدموا حلول استثنائية ما عش تكون في الحالة العادية تقليص الفروض وتاريخ إجرائها يرجع للمؤطلين بينما رزنامة الامتحانات فهي من صلاحية وزارة التربية وتعديلها سابق لأوانه تقليص مستمر عدنا المواضبة عدنا الأسد لهم كل الصلاحيات كيف يقيموا الأبناء أنتواهم أما الاختبارات في 27 فبري عادي وتكون برنامج يسرح على حسب ما اكتسبوا التلابيد في هذه الفترة رزنامة الاختبارات معروفة من وزارة التربية وطنية ما عدنا فيها حتى تغيير رزنامة الفروض والامتحانات مرتبطة ارتباطا وثيقا بتحسن الوضعية الوبائية في المؤسسات التربوية ولكن لا يمكن إصدارها قبل العودة إلى مقاعد الدراسة لهذا على تلميذ المراجعة والتحذير سيما وأن إجراءها سيكون مباشرة بعد العودة والتي ستكون في أي لحظة ترجمة نانسي قنقر